ترجمة نانسي قنقر هذا تعريف التعريف طبعا نحن في عنا تعريف التعريف الريحية والتعريف المائية دور التعريف في تشكيل معالم سطح الأرض من خلال عملية تبتيت هذا الصخر وبالتالي أعطانا أشكال أرضية أخرى طبعا عملية الحت والنقل والترسيب بيستغلها اللي هو الرياح أو الأنهار في عملية تكمين أشكال أرضية جديدة على سطح الأرض طبعا نحن راح نتعرف بما بعد على اللي هي الأشكال الأرضية اللي بتنتج عن التعريف المائية والتعريف الريحية طبعا موضوع التارية بتباين نشاطه سواء التارية المائية وريحية حسب المناطق في المناطق الجافة بنشط فيها التارية الريحية والمناطق الرطبة بنشط فيها اللي هي الرياح أو التارية المائية وبناء على الملاحظة السابقة عنا احنا نوع من التارية اللي هي التارية الريحية والتارية المائية طبعا عملية التارية الريحية تقوم بعمليات ثلاثة في تشكيل سطح الأرض طبعا أي عامل جيومورفولوجي على سطح الأرض سواء كان رياح ولا مياه أو أنهار يقوم بثلاث عمليات في تشكيل سطح الأرض اللي هو الحت والنقل والإرساب أو الترسيب عندما نتعرف على دور الرياح كعامل جيومورفولوجي في تغيير معالم سطح الأرض ميزة الرياح كعامل جيومورفولوجي أن تنشط في المناطق اللي هي الصحراوية والمناطق اللي هي الجافة والشبه الجافة والمناطق التي تخلو من الغطاء النباتي معروف أن الغطاء النباتي نبدأ من آخر شيء أن الغطاء النباتي عامل معيق بالنسبة لنشاط الرياح بحيث استدام الرياح بهذا الغطاء يعيق من سراته وبالتالي بيقفف من تأثير أو بيقلل من تأثير الرياح كعامل في تأثير على سطح الأرض جذور النباتات أيضا تعمل على تماسك ضرات التربة وبالتالي بتخلف من موضوع اللي هو بتأثير الرياح على سطح الأرض المناطق الجافة والشبه الجافة الصحراوية هي مناطق بتساعد نشاط الرياح لأن التربة بتكون فيها مكفاكة وليس ترطيبا بالإضافة أن الرياح لها ميزة أنها تنشط في المناطق أو في المساحات الكبيرة عكس اللي هي الأنهار اللي بتشكل أو تنتشر على شكل خطي في تشكيل سطح الأرض بحيث أن الرياح كعامل جومورفولوجي بتمارس دورها في عملية الحط بعدين بتقوم الرياح بنقل هذه المواد وترسيبها وتغيير معالم سطح الأرض هل عملية الحط والنقل والإرساب اللي بتقوم فيها الرياح بتعتمد على ثلاثة عوامل سرعة الرياح اتجاه الرياح حجم الحبيبات إذن فين دي أنا عمليات ثلاث حط نقل إرساب هذه العمليات الثلاث في هناك عوامل أخرى بتعتمد عليها الرياح في تغييرها اللي هي سرعة الرياح طبعا سرعة الرياح كل ما زادت سرعة الرياح كل ما زادت قدرة العملية الحط وعملية النقل اتجاه الرياح كل ما كان هناك اتجاه متعدل الرياح كل ما كان تأثيره على الصقر أكثر وحجم الحبيبات كل ما زاد كل ما كان تأثيره في عملية الحط أكبر طبعا نحن فينا نمط واضح في أسئلة الوزارة اللي هي تعميم بين عاملين كون تعميم تربط فيه العلاقة وتوضح فيه العلاقة ما بين عامل كذا وعمل كذا من التعميم الموجود في هذا الدرس العلاقة ما بين غطاء النباتي ونشاط الرياح مثل ما حكينا قبل شوي ان الغطاء النباتي وجوده بيقلل من نشاط الرياح وبالتالي يزداد نشاط الرياح في المناطق التي تخلو من الغطاء النباتي او يقل نشاط الرياح في المناطق التي يوجد فيها غطاء نباتي بالنسبة لموضوع اللي هو العلاقة بين حجم الحمولة المنقولة وسرعة الرياح ايضا سرعة الرياح الهادور في حجم الحجوم المنقول فإذا كانت السرعة كبيرة يزداد حجم اللي هو المادة المنقولة من الفتاة الصخري اللي قامت عملية الرياح بحته اللي أخواني بنا نبلش نحكي عن اللي هو العمليات الثلاث نبدأ بعملية الرياح كحت طبعا هناك عندي نوعي من أنواع الحت الحت الريحي اللي هو القفز والقشط إذن لو جانبك سؤال بالامتحان كل أنواع الحت الريحي قفز قشط طبعا آلية حدوث القفز والقشط اللي هي دور الرياح كعام الحت في تشكيل سطح الأرض نبدأ نحكي عن القفز القفز إخواني اللي هي أنه الرياح تقوم بنقل الحبيبات وحملها وضربها بسطح الأرض ثم تنتقل مرة أخرى وضربها لسطح الأرض مرة أخرى وهكذا هذه العملية بيسموها تدريع ريحية يعني لو جانبك سؤال بالامتحان ما هي التدريع الريحية هي عملية قيام الرياح بتحريك حبيبات الرمال عن طريق القفز وضربها الأرض وضرب سطح مرة أخرى وهكذا هذه تعريف اللي هو التدريع الريحية النوع الثاني من الحت العملية الثانية اللي هي عملية القشط هون إخواني العملية بتتم عن طريق اللي حت الرياح لسطح صخري كامل ومن ثم حمل هذا الحبيبات وضربه زي العملية الأولى بسطح الأرض المكشوف وتعتمد هذه العملية على عاملين سرعة الرياح وخشونة السطح إذا لجاء البكرة سؤال بالامتحان ما هي العوامل التي تعتمد عليها عملية القشط اللي هي سرعة الرياح كل مكان سرعة كبيرة كل ما زادت عملية حت الرياح للأسطح السطح س chauffري أن تعطيها قوة وخشونة السطح كل ما كان السطح خشن كل ما زادت عملية الاحتكاك وبالتالي زادت عملية الحت نتعرف أخواني على العوامل التي تعتمد عليها عملية الحت الريحي قبل شواء أخذنا هناك عمليات ثلاث حط نقل ارساب نبدأ بالعملية الأولى اللي هي تجاه وسرعة الرياح طبعا احنا اول سؤال قاعديني بالامتحان اذكر العوامل التي تعتمد عليها عملية الحد الريحي كعامل اتجاه وسرعة الرياح تفاوض حمولة الرياح وصلابة الصخر وتجانسه نبدأ باتجاه الرياح كلما كان هناك اتجاه متغير للرياح كلما زادت عملية الحد لان اخواني بعمل على عملية حد الصخور باكثر من جهة وبالتالي تأثير الحد الرياحي بيزداد بالنسبة لسرعة الرياح كلما زادت سرعة الرياح كلما اطتها طاقة اكبر وبالتالي زادت قدرتها على عملية حد الصخور نقغل الى العامل الثاني اللي هو تفاوت حمولة الرياح طبعا اخواني الرياح كعامل تأثير على سطح الارتز داد قوتو بالحمول التي يقوم بتفتيتها وضربها على الاصطح بحيث استخدمها كعامل تفتيت وكعامل هدم وبالتالي بيعطيني اشكال اخرى لذلك اخواني ادجان بكرا سلامتحان لماذا يزداد تأثير الرياح في تشكيل سطح الارض اذا استخدمت حمولته من مفتتات الصخرية لان هاي مفتتات انا باستخدمها في عمليات التفتيت ومن ثم ضربها وتشكيل اسطح اخرى ناتي الى صلابة الصخر وتجانسه كعامل ثالث مر معنا في الدرس الاول والثاني ان صلابة الصخر كلما كانت الصخور صلبة كلما زادت قدرة الرياح او كلما قلت قدرة الرياح على عملية الحد وكلما كانت الصخور لينة كلما زادت نشاط الرياح فيها تالي عندي انا كتعميم ان الصخور الصلبة تزداد قدرة الرياح وتقل قدرة الرياح في عملية حدها وبينما الصخور اللينة تنشط فيها عمليات الحد الرياح اخواني بيكون احنا انتهينا من اللي هي الرياح كعامل حد تنتقل الى العامل العملية الثانية في عملية ترهيل معالم سطح الارض عن طريق الرياح اللي هو النقل طبعا النقل الرياح تقوم بنقل حمولتها باتجاهين اما هبوطا وصعودا اثباء حركة الرياح هبوطا وصعودا تعطيني ما يسمى بالعواصف الغبارية لو جانبك سؤال بامتحان فسر او عرف العواصف الغبارية هي عبارة عن قيام الرياح بنقل حمولتها من المفتتات باتجاهين صعودا وهبوطا اذا اتجاه الرياح هبوط صعود لكن الوسيلة التي تقوم الرياح بنقل مفتتاتها من الحمولة اللي هي اما عن طريق التعلق او القفز او الزحف لو جانبك سؤال بالامتحان ما هي الطرق المستخدمة او الوسائل المستخدمة التي تقوم الرياح بنقل حمولتها تعلق قفز زحف بينما هون اذا تقام على ماذا تقوم الرياح او ما هي اتجاهتها التي تقوم بها الرياح في نقل حمولتها اتجاه هبوطا وصعودا ذاتي الى اللي هي الوسيلة الاولى من عملية نقل الرياح اللي هو التعلق طبيعة الاسئلة كما ورد في اسئلة وزارة النوات السابقة انه تأتين على هذه الفقرات على شكل ضع دائر اول سؤال مباشرة كل الوسيلة بينما الفقرات الثانية اللي هي التعلق والقفز زحف عن طريق اللي هي اسئلة الضاء دائرة يعني اول سؤال يمكن لدينا العملية التي تقوم بها الرياح في نقل حمولتها على شكل مواد عالقة اللي هي عملية التعلق طبعا اخواني عملية التعلق هي فقط للحبيبات الدقيقة الرياح معروفة انها تنقل الرياح او الحبيبات الدقيقة لمسافات بعيدة جدا بينما الحمولة اكبر اللي هي خشنة تتخلص منها الرياح او عندما تضعف طاقتها طبعا عملية التعلق الرياح وعملية التعلق هذه الحبيبات في الغلاف الجوي تعتمد على عوامل اللي هو وزن هذه الحبيبات صغر حجم هذه الحبيبات وقوة الرياح كل ما كانت الرياح قوية كل ما زادت قدرتها على حمل هذه الحبيبات الدقيقة لمسافات طويلة إذن عندنا عملية التعلق كعملية هي نقل فقط للمواد على شكل مواد عالقة من الحبيبات الدقيقة حيث هذه العملية تعتمد على وزن الحبيبات الصغر وحجم الحبيبات وقوة الرياح طبعا في أننا ملاحظة أن الرياح لا تستطيع الحفاظ على جزيئات كبيرة من الرمل بل التي يزيد قطرها عن 2% من ميلي جرام من الصخر مما يؤدي لسقوطها على سطح العلال إذا نحن يعني فكرة أن هنا لدينا الحبيبات الدقيقة فقط هي التي تقوم الرياح بنقلها لمسافات بعيدة عملية القفز أيضا هنا طبيعة الأسئلة عليها بعد سؤال الذكر اللي هي الرياح الأكثر الأكبر حجما عملية نقل الرياح للمواد الأكبر حجما اللي هي القفز اللهتي لها دور أكبر في عملية الحد الريحي أيضا اللي هي القفز التي تشكل 75% من عملية النقل أيضا هي القفز إذا لدينا هنا ثلاث أسئلة ضادائرة احتمالية أن تأتي على عملية القفز نأتي للعملية الثالثة أو الوسيلة الثالثة اللي هي الزحف طبعا أخواني عندما تكبر حجم الحبيبات لا تستطيع الرياح نقل عن طريق التعلق أو عن طريق القفز فتقوم بوسائل أخرى اللي هو الجر أو السحب أو الدحرجة وهي المواد الأكثر خشونة إذا جاءنا سؤال بكرة امتحانة لعملية نقل الرياح للرمال الأكثر خشنة نسبيا اللي هي عملية الزحف على الطريق طبعا بيكمل لك التدحرج والانزلاق طبعا هاي اللي مسافات محدودة جدا وبشكل بطيء ملاحظة هاي تابع لعملية الزحف نتعد عملية الزحف هي وسيلة النقل الوحيدة للمواد الأكثر خشونة يعني جاءنا بكرة سؤال بالامتحان للأرض وضع دائرة عملية الزحف هي فقط للمواد الأكثر خشونة هكواني بيكون نحن انتهينا من اللي هي العملية الثانية تقوم الرياح في تأثيرها على شكل سطح الأرض الانتقل اللي هي عملية الارساب كعامل جومورفولوجي الرياح عندما تضعف سرعتها تقوم بترسيب حمولتها طبعا هون اخواني انا معطيني شكلين رح يتكرروا معي في نهاية الدرس اللي هي اشكال ناتجة عن عملية الارساب الريحي اول شكل اللي هي تربة اللوس طبعا ممكن نجيك سؤال عرف ليها هي عبارة عن تربة ناعمة دقيقة جدا تنقلها الرياح لمسافات طويلة جدا وتبقى عالقة حتى تضعف هذه الرياح عندما عندها تبدأ الرياح بترسيب هذه الحمولة طبعا هون انت بتوقض التعريف اذا نعبارة عن تربة ناعمة داعمة جدا تنقلها الرياح لمسافات وتبقى عالقة في الجو حتى تضعف هذه السرعة وتقوم الرياح بترسيبها من مناطق انتشار هذه التربة اللي هي مناطق اواسط اسيا واحد وامريكا الجنوبية احتمال جيني بكرا سؤال منتحان اعطي امثلة على اللي هو مناطق انتشار تربة اللوس وتقول له اواسط اسيا وامريكا الجنوبية الشكل الثاني النادج عن معلية الارساب اللي هي الكثبان الرملية طبعا اخواني راح يكون هناك شرح مفصل في نهاية اللي هو الدرس عن الكثبان الرملية انواحها طبعا تقدر انت تحفظ تعريفة من هذا المكان او التعريف الموجود في نهاية هذا الدرس هي عبارة عن تجمعات رملية تدروها الرياح يعني عملية نقل باشكال عدة وتنقلها بحيث تتحرك من مكان الى اخر بحسب طبعا شدة واتجاه الرياح طبعا هذا الانتقال لهذه الرياح وهذه الحمولة لها اضرار على السكان واحد والمباني والطرقات والمزروعات يعني الجانب الكرة سؤال بالامتحان ما هي المخاطر انتقال وتحرك الكثبان الرملية بتأثر على السكان بتأثر على المباني بتأثر على الطرقات والمزروعات هيك اخواني احنا انتهينا من العمليات الثلاثة اللي تقوم الرياح في تشكيلها على سطح الارض اللي هو الحت والناقل والارساب ننتقل إلى العنوان الأخير من درس التارية الريحية اللي هي الأشكال الأرضية الناتجة عن التارية الريحية أول سؤال يمكن يطرحه علينا في الوزارة اللي هي منتج عن التارية الريحية نوعين من الأشكال الأرضية بدك تسميهم اللي هي أشكال الأرضية ناتجة عن عمليات حت وتذرية ريحية وأشكال الأرضية ناتجة عن عمليات إرساب ريحي نبدأ بأول نوع من الأشكال الأرضية اللي هي الأشكال الأرضية الناتجة عن عمليات الحط والتذرية الريحية طبعاً طبيعة الأصل إخواني على هذا الموضوع إما أن يأتيني سؤال أذكر أو أعطي أمثلة على أشكال الأرضية الناتجة على عمليات الحط والتذرية الريحية فإننا هنا خمس أشكال أرضية لحما نخضره مهلا النمط الثاني إخواني اللي هو عرف اللي هي الشواهد الصخرية المواهد الصخرية وحفر التدريع حماد النمط الثالث اللي هو تعليل سبب تشكل هذا الشكل الأرضي والنمط الرابع أخواني اللي هو جدول على شكل تصنيف للأشكال الأرضية اللي مرت معك خلال وحدة الجيومورفولوجيا والنمط الأخير أخواني اللي هو سؤال الضح دائرة نبدأ بأول طبعاً رح نحكي عن هذا الموضوع عن هذه طبيعة هذه الأسرة من خلال شرحنا لهذا الموضوع نبدأ بالنمط الأول من الأشكال الأرضية اللي هي الشواهد الصخرية طبعاً أخواني كلها أشكال أرضية بتحدث في المناطق الجافة نقدر نبدأ كتعريب شواهد صخرية عرف لشواهد الصخرية أو فسر لحدوث شواهد الصخرية هي تقريباً نفس الجواب أو قد يأتيني سؤال على الإخواني اللي هو ضع دائرة بيعطيني التعريف وبطلب مني اللي هو نوع الشكل الأرضي نبدأ بتعريف الشواهد الصخرية هي عبارة عن أشكال أرضية تظهر على شكل طبقات صخرية صلبة فوقها طبقة صخرية لينة بحيث الشاهد لهذه الطبقات تكون منفصلة يعني الشاهد لهذه الطبقات تفكر من هذه الأمور على شكل طبقات أو حقات منفصلة عن بعضها البعض بقنوات غائرة تتميز بتسطح قمامها إذن إخواني الوضوع أنه عندي أنا طبقة صخرية صلبة تتوضع فوقها طبقة صخرية لينة الشاهد للموضوع أنه يجهد أن هذه الطبقات تفكر منفصلات عن بعضها البعض طبعاً هي منفصلات عن بعضها البعض بقنوات غائرة يعني العين مشين بينه من هنا تقوم الرياح إخواني بممارسة دورها في عمليات الحت هذه الشواهد الصخرية عن بعضها البعض أو الطبقات الصخرية عن بعضها البعض ويميز هذه الشواهد الصخرية إخواني أنه سطحها فيه سطح بستوي هذا التعريف اللي هي الشواهد الصخرية فلو جاني بكرة بالامتحان تقدر أنت تبداها هي عبارة عن أشكال تظهر في المناطق الجافية على شكل طبقات صخرية صلبة توضع فوقها طبقة صخرية لينة على شكل حافات صلبية ومنفصلة عن بعضها البعض بقنوات غائرة تتميز بتسطح قمامها نأتي إلى المواد الصخرية أو ما يسمى ظاهرة الفطر سموها ظاهرة الفطر كما أنها تشبه اللي هي حبة الفطر طبعاً عملية اللي هو عملية تشكل المواد الصخرية أو ما يسمى مواد الفطر هو أنه أنا عندي أرياح كحمولة صخرية ما بتقدر تشيل المواد الكبيرة للحجم للطبقات العليا وبالتالي عملية التركيز في الحط بيكون في الطبقات السفلة هل تقوم الرياح هنا بهذه الطريقة بحط اللي هي الأجزاء السفلية من الصخر أو قواعد الصخور وبالتالي بحيث أنه تبدو تبدو هائل الشاهد بهذا الشكل كحبة الفطر نتيجة اللي هي قيام الرياح بحط الأجزاء السفلية من الصخر ومهاجمته لهذه الطبقة بحط اللي هي الصخور اللين والإبقاء على هذا الشكل هذا ما يسمى تعريف المواد الصخرية هي أشكال تحدث نتيجة حط الرياح المحملة بالرمال لطبقات الصخرية اللينة الموجودة عند قواعد الصخور بحيث هذا أخوان هو التعريف لو طلب مقرأ بالامتحان ما يعرف لي اللي هي المواد الصخرية هي أشكال سببها حتى الرياح للطبقات الصخرية اللينة الموجودة عند قواعد الصخور كيف تحدث هذه الظاهرة ؟ أنه بيؤدي هذا الهجوم إلى تآكل الطبقات اللينة عند قواعد هذه الصخور أكثر من الطبقات اللي هي الأعلى منها مكونة ما يسمى ظاهرة المواد الصخرية قد يتينا أيضا سؤال ضعداء أشكال تحدث نتيجة مهاجمة الرياح لطبقات الصخرية اللينة الموجودة عن قواعد الصخور هذا شكل من أشكال أبضية التي يسمى الموائد الصقرية أو ما يسمى ظاهرة الفطر نحن نحفظ أخواني كمان المستمعين حتى بالامتحان نعرف لو جانب بكار سؤال ضع دائرة نأتي إلى حفر التدريب أو ما يسمى المنخفضات الصحراوية أخوان آلية تشكل هذه المنخفضات أول شيء عبارة عن المنخفضات الصحراوية إذن هي عبارة عن مناطب منخفضة فيها حفر الآن اللي بيصير أنه هناك رواسب طينية تتجمع داخل هذه المنخفضات الجوية بما أنها عبارة عن منطقة جافة اللي بيصير أنه هذه الحفر أو الرواسب الطينية بسبب أن وجودها في منطقة جافة بتتعرض لعملية الجفاف ومن ثم التشقق فتأتي الرياح بعد ذلك بنقل وتذرية هذه الحمولة الموجودة داخل هذه المنخفضات الصحراوية الموجودة وتوسيعتها هذا ما يسمى حفر التذرية أو الخفضات الصحراوية هي إشكال تحدث بسبب الرواسب المائية في المنخفض الصحراوي لا يتلبث هذه المياه أو الرواسب الموجودة في هذا أن تجف فإذا بدأ قاع الطين بعملية التشقق ثم تأتي الرياح بنقل وتذرية الطين الناعم من نصف هذا المنخفض نأتي إلى صحاري الحماد أو الصحاري الحجرية كتعريف عبارة عن أسطح مستوية مرصوفة بحجارة ذات زوايا حادة وأنا كأندي ميزة بتميز دائما السطوح الصخرية من عمل الرياح ومن عمل المياه عمل الرياح ميزتها أنها بتكون إلها أطراف حادة هلأ عملية اللي هي التجوية الميكانيكية لما تصير إخواني في الطبيعة بفعل تجمد المياه ما بين مفاصل الصخرية أو بفعل اللي هي تعاقب الحرارة والبرودة بيعطيني حجارة غير متناسقة إلها أطراف وإلها زوايا طبعا عملية بتصير إخواني أن هذه الأحجارة بتكون مخلوطة بحبيبات دقيقة على السطح تأتي الرياح وتقوم بعملية اللي هي التذريت ونقل اللي هي المكونات الدقيقة اللي موجودة ما بين الكتل الصخرية ذات الأطراف الحد فتدروها وتبقى هذه مرصوفة على السطح هذا إخواني سبب تشكل اللي هي ما يسمى بالحماد كتعريف هي أسطح مستوية مرصوفة بحجارة دات زوايا حد عرف أو سؤال ضع دائرة ميزة أو مناطق انتشار ممكن نجيك سؤال أيضا إخواني اللي هي أعطيني أمثل على مناطق انتشار اللي هي الحماد أو الصحارة الحجرية اللي هي أردن وزائد ليبيا بظل أن الشكل الأخير اللي هي ما يسمى التلال الصحراوية المعزولة طبعا إخواني كلها نفس الآلية أن الرياح دائما أو الأنهار أو أي عامل جومورفولوجي عملية تأثيره على سطح الأرض دائما على الصخور الأضعف اللي بصير إخواني في التلال الصحراوية المعزولة أن الرياح تقوم بإزالة الجزء الأكبر من السطح الصخري بفعل حتى الأجزاء اللي هي طبعا الأجزاء اللي هي طبعا الجزء الأكبر أو الجزء اللي هو الصلب المقاوم للسطح على شكل تلال صحراوية معزولة ومنفرد العملية أن الرياح تقوم بمهاجبة سطح الصخري بحت الجزء اللي منه فحي تبقى الجزء الصخري الأكثر صلابة مقاوم فتظهر على شكل تلال صحراوية منفردة أو معزولة هذا إخواني هيك بكون إحنا نتهينا من الأشكال الأرضية الناتجة عن عمليات الحتوى التدريه الريحية اللي هم الشواهد الصخرية مواهد الصخرية وحفر التدريه والحماد والتلال الصحراوية المعزولة ننتقل إلى الأشكال الأرضية الناتجة عن عملية الإرساب الريحي مثل ما حكينا قبل شوي أنه أنا كان في عندي تعريف للكثبان الرملية وفي عندي تعريف آخر خلنا نعتمد هذا التعريف بالنسبة للتعريف للكثبان الرملية هي عبارة عن تجمع من الرمال على شكل كومة إلها قمة على شكل كومة إلها قمة وتغطي مساحات واسعة من اليابس أستاذ أخواني لو جاينا بكرة سؤال بالامتحان عرف الكثبان الرملية طبعا هذه الكثبان لها عدة أشكال كثبان هلالية كثبان طولية وكثبان نجمية خلنا نتعرف على اللي هو آلية تشكل كثبان الطولية والنجمية والهلالية والطولية نبدأ أخواني بالكثبان اللي هي الهلالية طبعا سميت بالهلالية لأنها تأخذ اللي هو شكل الهلال وسبب تشكل هذا الشكل الأرضي أن اتجاه الرياح في معظم أيام السنة يكون اتجاه واحد لو كان عندي أخواني عدة اتجاهات لتغير هذا الاتجاه إذا ميزت الكثبان الهلالية أو ما تسمى البرخان الناحية المية أنه فيه هناك أنه اتجاه الرياح بيكون واحد طبعا هذه الكثبان الطولية بيكون إلها جانبين جانب شديء جانب لطيف الانحدار هو الجانب المواجه للرياح وجانب شديد الانحدار هو الجانب العكس اتجاه وبيقى في ظل الرياح طبعا العملية بتصير إخواني أن الرياح تقوم بنقل حمولتها من جانب طيف الحدار وإلقائها في الجانب شديد من الحدار بحيث يبقى هذا الشكل اللي هو يسمى الشكل الهلالي إذن ميزة الكثبان الهلالية أنها تأخذ الرياح اتجاه واحد طول السنة نأتي إلى الكثبان اللي هي يسمى الطولية أو السيوف طبعا هي بهذا الشكل هذا يسموها الكثبان الطولية طبعا تختلف عن الكثبان الهلالية أنه أنا هون في عندي اتجاه الرياح يكون على اتجاهين إذن هون اتجاه واحد هون اتجاهين اتجاه منتظم طول السنة واتجاه هوني جانبي الاتجاه المنتظم فائدته أنه بيعمل على زيادة طولها بينما الاتجاه الجانبي بيعمل على زيادة عرضها زائد اللي هو ارتفاعها هل نأخذها كتعريف هي عبارة عن كثبان رملية يكون اتجاه الرياح فيها اتجاهين أو تأخذ الرياح باتجاهين اتجاه منتظم يعمل على زيادة طولها وانتجاه جانبي يعمل على زيادة عرضها وارتفاعها وبنمر سميت بهذا الاسم الطولية لانها تأخذ شكل خطوط مستقيم بينما هون سميت بهذا الاسم لانه تأخذ شكل crucifil ويتأخذ الهلال نأخذ اللي هو النوع الثالث من الكثبان الرملية cheいた High층 طبعاً الكثبان النجميه يخواني ويميزتها بتم Cruz عده عده اتجاه لا اللي هو الرياح وبالتالي إخواني هي عبارة عن الرياح تأخذ اتجاه النجمة ولها في الوسط ما يسمى قمة هاي ميزة الكتبان الرملية بسموها النجمية إذا سميت بالنجمية بتأخذ شكل النجمة ولها قمة في وسط هذه الاتجاهات نرجع إذا الكتبان الهلالية هي عبارة عن كتبان رملية تنشأ في المناطق التي تخفيها رياح اتجاه واحد فعن سميت بهذا الاسم نسبة إلى الشكل اتخذت اللي هو الهلال كتعريف انتهينا احنا منه بظلع أن مناطق انتشاره في الأردن لو طلب مني اللي هي جنوب الأردن بالنسبة للكتبان الطولية أو كتبان السيوف هي كتبان تنشأ في المناطق اللي فيها اتجاهين الرياح اتجاه منتظم يعمل على زيادة طولها واتجاه جانبي يعمل على زيادة الارتفاع والعرض وتظهر على شكل خطوط مستقيمة فهي سبب تسميتها بالسيوف طبعا اللي ممكن تطلب مني بالامتحان أيضا أعطيني أمثل على مناطق انتشار كتبان الرملية اللي هي جزيرة العربية والصحراء الكبرى الكتبان النجمية هي عبارة عن كتبان رملية لها قمة واحدة تشبه النجمة تظهر في المناطق التي تهتنى وفيها الرياح عدة اتجاهها لذا ميزة الكتبان النجمية عدة اتجاهها الطولية اتجاهين الهلالية اتجاهها واحد هيك انتهينا من التعريب ببقى عندنا اللي هو مناطق انتشارها ترمكستان وشمال غرب الهند وبعض جزاء اللي هي الصحراء الاسترالية الأخواني في الشرح بالنسبة للأشكال الأرضية الناتجة على عملية الإرساب الريحة هو مركز لي على الكتبان الرملية في هنالك أشكال أخرى ذكر ليها ذكر اللي هي تموجات الرملية وصحار العرق طبعا سميه بصحار العرق لان تشبه عرق اليد وتربة اللي وسط ومرت معنا في اللي هو الشرح والنباك يعني بالامتحان لو طلب مني أنا أعطيني أمثلة على أشكال الأرضية الناتجة عن عملية الإرساب الريحة في عندي أنا خمس أشكال أرضية كتبان رملية واحد تموجات رملية اثنين صحاري العرق ثلاثة تربة اللي وسط أربعة والنباك خمسة فإذا ما طلب مني أعطيني أشكال أرضية اللي هي أشكال كتبان الرملية أنا عندي ثلاث أشكال هلالية وطولية ومرجمية هيك باب أكون إحنا نتهينا إن شاء الله من الدرس بس بظل أن الجدول المقارنة هو كلام مكرر في السابق بقدر أنا أعتمد عليه في عملية دراستي أو بعتمد على الشرح السابق وبعد بهذا الجدول المقارنة المسؤولة بالتسمية تأخذ شكل طبعا الطولية خطوط مستقيمة هون شكل هلال تشبه النجمة اتجاه الرياح هون اتجاهين اتجاه واحد أدت اتجاهات مثال على مناطق انتشار كل واحدة منها الكتبان الرملية في منطقة الجزيرة العربية والصحراء الكبرى جنوب الأردن والصحراء الأسترالي وشمال الغرب الهند هيك اخوالي بكون احنا انتهينا ان شاء الله من الدرس اللي هي التعرية المائية التعرية الريحية السلام عليكم اشتركوا في القناة